إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبوره والعمل به فقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وعملا بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آية من كتاب الله جل وعلا ونتدبر ما فيها من العظات والعبر قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحز عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخاطب الله جل وعلا الخليقة خطابا عاما فيخبر سبحانه أن كل نفس ذائقة الموت وهذا كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالخلايق يموتون جميعا الجن والإنس والملائكة وحملت العرش ويبقى الله جل جلاله وتقدست أسمائه يبقى آخرا كما كان أولا فهو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وفي هذه الآية الكريمة تسلي للناس جميعا بأنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي خلق الله جل وعلا من صلب آدم وانتهت البرية أقام الله جل وعلا القيامة ليحاسب الناس على أعمالهم قليلها وكثيرها جليلها وحقيرها ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة أيها الإخوة الأفاضل هذه الآية الكريمة اجتملت على فوائد عديدة فمن ذلك أولا أن كل إنسان مهما طال عمره فإن الموت نهاية كل حي قال سبحانه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنكم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلب أفإن ميت فهم الخالدون قال الشاعر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول وقال آخر الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الموت مداره روى الطبراني في معجم الأوسط من حساهل بن سعد رضي الله عنه أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله عش ما شيت فإنك ميت واحبب ما شيت فإنك مفارقة وعمل ما شيت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناه عن الناس ثانيا من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا بل يوفيهم أعمالهم ويزيدهم من فضله قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال سبحانه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ثالثا أن دخول الجنة والنجاة من النار له سبب يوصل إليه أو عمل يوصل إليه روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نحب أن يزحز عن النار وأن يدخل الجنة فالتأته منيته وهو يؤمن بالله والليوم الآخر وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه رابعا من فوائد الآية الكريمة دلت الآية الكريمة على هوان الدنيا وحقارتها عند الله تعالى روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المستورد أخي بني فهر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصباه في اليم فلينظر بما يرجع وروا كذلك مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي بالسوق وحوله أصحابه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدي أسك والجدي صغار الغنم فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسك بهذا الجدي الأسك والأسك كما قال شراح الحديث صغير الأذن أو مقطوع الأذن فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وقال أيكم يحبوا أن يكون له هذا بدرهم قالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فكيف وهو أسك ميت فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم رابعا أن الفوز الحقيقي هو الفوز بالجنة والنجاة من النار قال سبحانه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وقال سبحانه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما سادسا إخباره جل وعلا أن كل نفس ذائقة الموت حق وصدق لا شك فيه فاليقين بذلك والإكثار من ذكره هو داء أبو الصالحين الأكياس لأنه يحثهم على عدم الاغترار بالدنيا والتزود للدار الآخرة والبعد عن المعاصي والذنوب والتوبة الصادقة روى ابن ماجة في سنن من حديث ابن عمر أن رجلا من الأنصار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله من أفضل المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقا قال فمن أكيس المؤمنين قال أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا لما بعده أولئك الأكياس أولئك الأكياس سابعا في قوله تعالى إنما توفون أجوركم يوم القيامة في تسلية للمؤمنين عما يصيبهم في الدنيا من أذى وما يصبرون عليه من فعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا فإن الوفاء الأعظم إنما يكون في الآخرة وفي تحذير شديد للكفرة والظلمة والعصات من عاقبة الإمهال وأن الوفاء الأعظم إنما يكون يوم القيامة قال سبحانه ذرهم يأكل ويتمتع ويلهم الأمل فسوف يعلمون وقال سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك اللهم اختم بالصالحات آجالنا اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم اشتركوا في القناة